بسم الله الرحمن الرحيم إزاي يا حضراتكم 7 مارس 2017 ربدا في حاجة كتيرة أقوى حصلت في البلد ما عرفش فجأة كان بصلا إحان الدنيا حيث أنك ماشي كده في بحيرة بلا أي أمواج مفيش أي تدريس وفجأة 15 عشرين حاجة حصلوا في نفس الوقت إحنا اختارنا لحضراتكم مش هات حاجات صغيرة كده الأول نعلق عليها تعليقات سريعة عشان حالكم توقفوا الصورة وعرفين البلد دي رايحة فيها أولا الرئيس النهاردة عمل اجتماع مهم مع رئيس الوزراء وموازيرة الاستثمار إجمالا التوصيات بتتكلم عن أنه لابد أن تكون هناك لقاءات تنصيقية ما بين وزيرة الاستثمار والقائمين على الاستثمار في مصر مع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب ده كلام مهم جدا لكن يضاف لكده أنه في مواعيد لكتير من المشروعات المشروعات هنا بقى بالمعنى مشروعات القوانين وليحة قانون الاستثمار ومشروعات بالفعل على أرض الواقع لابد أنها تنفس في المواعيد اللي محطوطة لها حاجات بقى علاقة بالصحة حاجات لي علاقة بالنقل حاجات لي علاقة بالطرق والتموين والسلع الأساسية وبالذات في المناطق والمحافظات الأكثر احتياجا كمان الوزيرة تكلمت عن مشاركتها في مؤتمر كان في دولة الإمارات اسمه المؤتمر الاستثماري الثالث عشر لما من الحكاية ببساطة أنها راحت وعرضت الخريطة الاستثمارية لمصر وليس لهم أننا لدينا مشروعات كذا وكذا وكذا وتعالوا استثمروا عندنا وده مهم برضو لأنه الأجانب مش بالضراء بيعرفوا إحنا بنعمل إيه فيه كمان قوانين تانية مهمة مش بس ليس بقانون الاستثمار وحده تعيش الدول عندنا حاجة اسمها قانون الإفلاس لأنه دي قضية مهمة لو أنت دخلت في مشروع وتعثرت طيب يحصل إيه إحنا في مصر تحس أنك أنت دخلت في حيطة سد ممكن تفلس وممكن يترفع عليك قضايا وتلاقي نفسك في الآخر في السجن أو هربان أو حاجات زي كده إنما في دولة تانية الرجل ترامب ده الرئيس أمريكا كذا مرة يعمل لك شابتر 11 شابتر 11 ده اللي هو الفصل لقم 11 اللي هو الفصل الإفلاس اللي هو بيقول أنا عايز إعادة جدولة الديون وأنا هعمل كذا وكذا ويقول أنا ناوي أأخذ 10-15 خطوة في الفترة اللي جاية فإنتم ساعدوني فما تخربوش بيتي علشان أقدر أقوم من عثرته مرة تانية فلأنه الدول ده هي تقيمة على الفكرة إنه الاستثمار قرار والقرار ممكن يكون صح ممكن يكون غلط وفي عنصر خطر فيه فبتقبل منك فكرة أنت ممكن تكون قدرت أمور غلط قدرت حاجة معينة تأجير تمويلي قانون سوق المال تعديلات وكلام زي كده برضو الوزيرة قالت خبر مهم إنه ما بين من 270 منازعة استثمارية معروضة على لجنة اسمها لجنة فضل منازعات الاستثمار في 40 خلال أسبوعين خلصه أنا أقول لها لكم حاجة بقى عن الدكتورة صحر نص بشكل شخصي أنا أرفها من قبل الوزارة بفترة وعرفها لما كانت في وزارة وزيرة التعاون الدولي وعرفها بعد ما تولت يعني قبلتها وعرف الأمور ما حصلتش وبسرعة تعمل خناقة هقول لها لكم تأسيمة غريبة أو للوزارة وللمسؤولين بصفة عامة دي ملاحظة شخصية ممكن تكون صح بنسبة 70-80% وممكن تكون غلط برضو بنسبة يعني الوزير اللي عاش بر مصر فترة المسؤول مش الوزير اللي عاش بر مصر فترة أو اشتغل في شركة مالتي ناشنال شركة دولية أو يكون طلقة تعليمه في الخارج مدام احتك بغير المصريين بيحصل له حاجة غريبة جدا بالنسبة له الوقت ما هواش مورد غير محدود يعني ايه يعني ما ينفعش يقولك ايه اوله اطلع لي على المذكرة ديت ورد عليها رد عليها دي احنا طريقتنا التقليدية انا بقول ده وانا زعلاني يعني بس دي الحقيقة ممكن يخل له شهر وهو أصلا ما فعلها في المكتب وبعدين هي فين المذكرة يقولك اه يروح مطلعها ورد عليها في نص ساعة يعني هو خد فعليا نص ساعة بس خد النص ساعة دي بعد شهر الوزير زي الدكتورة صحر مصر او زي مثلا اللي هو العصار او بعض الوزراء اللي بالنسبة له الوقت ليه ايمة الوقت مورد الوقت لو ما التزمناش في المواعيد احنا بنخسر الحاجة اللي تتعبل بعد بكرة وكموك تتعبل بعد ساعة يبقى احنا خسرنا كتير جدا 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 اتمنى ان كل السادة الوزراء يكونوا كده انا ممكن احكي لكم على موقف شخصية مع بعض الوزر انا عارفهم وشفتهم الحاجة تاخد ليه ساعتين دي انت هتراجعها في عشر دقايق وتمضي عليها ليه تعطل الرجل ده قد بك ساعتين ليه السكت الغلبانة دايت لا تراجعها مش عارف تجيبه وراء امنين وترجع حرام عليك ده شغل بعض السادة الوزراء والمسؤولين بالنسبة له الوقت له معنى معايا بقى الحياة المكالمة انا يعني مش عارف اقدمها ازاي بس انا هخلي صاحبة المكالمة تحكي الحكاية وانا اتمنى ان حد من الرئاسة حد من مجلس الوزراء يتبعها لانها قصة غريبة اوي احنا في وسط الضيق اللي احنا فيه ده كله بيلاقي نفسنا يعني تشابك ما بين الوزرات ممكن يضيع مصالح على اولادنا معايا الاستاذ اماني صالح هي مديرة مشروعات التعليم بهيئة انقاذ التفولة انا متشكرة جدا طبعا على اهتمام حضرتك انا بس عشان الناس تسمعني انا بشتغل فهيئة اجنبية هي بتعمل هنا في مصر من سنة واحد وثمانين عندنا تصريح العمل بتاعنا بيطلع من وزارة التضامن الاجتماعي ومن وزارة الخارجية فاحنا شغالين عندنا برنامج كبير اوي للتعليم فبنشتغل في جوه مدارس مصر مدارس الحكومية في افقر المناطق احنا لنا تواجد في حوالي 13 محافظة في مصر وبنشتغل في مصر على مستوى المحافظات دي طبعا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم اي حاجة او اي تدخل من قبل الهيئة لازم بناخد موافر التربية والتعليم وبيبقوا هم موجودين معانا او المندوبين عنهم في المحافظات المختلفة فانا كهيئة اجنبية جات لي شركة احزية امريكية شركة معروفة ويعني لها وابسايت وجات لي قالت لي انا من ضمن المسؤولية المجتمعية بتاعتي انا عايزة تبرع لمصر عشان تروح جزم دي للاطفال اللي في المدارس الحكومية في المناطق الفائدة هتتبرع بجزم للاطفال المحتاجين في مصر هتتبرع باربعة وتلاتين الف جزء احزية اربعة وتلاتين الف جزء يعني اربعة وتلاتين الف طفل بالضبط كده تمام واحنا لينا تواجد في محافظة اسيوت احنا بنغطي مركز ابنوب مدارس جميع مدارس مركز ابنوب اللي هو يعتبر افقر مركز على مستوى محافظة اسيوت اوكي فالشركة جات زيارة المصر وقيمت وراحت زارة المدارس دي مستوى وقررت ان هي عايزة تتبرع بهذا الكم من الاحذية علشان الاطفال انا كهية اجنبية غير معفاة من الجمارج على مثل هذه المنح اللي هي مش مدفوعة فيها ولا تعريفة تمام فبالتالي انا بشتغل في المراكز دي او في المدارس دي عن طريق جمعيات محلية موجودة في المناطق دي جمعيات اهلية مرخصة برضو من وزارة التضامن الاجتماعي واي منحة انا بديها للجمعية دي لازم بتاخد عليها موافقة من الوزارة تمام فالجمعيات دي موافقة من الجمارج لمثل هذه المنح تمام زي العربيات الموتة وزي العربيات الامبولنسز اللي بتيجي ومثل اي منحة بتيجي للجمعيات يا غير موافقة من الجمارج بس طبعا بموافقة التضامن فانا قلت للشركة انا هجابها عن طريق الجمعية علشان انا مش هتفع عليها جمارج فالجمعية وفقت لان هي قردي شريكة معي انا كهيئة وجبنا الورق الشركة وقدمت للتضامن واخدت موافقة مبدئية من الادارة المركزية اللي عندهم لتبع محافظة اسيود والورق تحول للمركز الرئيسي هنا في الوزارة وما سمعناش اي حاجة خالص محدش رد علينا لبقى ولا بلقى طب عايزين جواب الاعصى الشحنة وصلت الشحنة فين دلوقتي؟ في مينة دومياط في مينة دومياط وحجوزة هناك علشان مش عارفين ندخلها مش عارفين ندخلها لان وزارة التضامن الاجتماعي المفروض ان هي تطلع للجماعية جواب تتوجه به لوزارة المالية تقول فيه ان الجماعية دي معفاة من الجماعك في دولة جوابه اماني انا بتبقى عندي ورقة واحدة عايزها من جهة واحدة وبقى الوزير اصلا صاحبي وما بيعرفش خلاص حضرتك قلتي تضامن وخرجية وتربية وتعليم وتلتشر محافظة واجمعات اهلية وجمارك ومالية ده شغل انا عشان اضيف بس التربية والتعليم عندي موافقة منها انها هتخزن الجزم دي في المخازم بتاعتها وانها يتم توزيعها في المدارس الحكومية تحت اشرافهم يعني ده التربية والتعليم عندي ليها موافقة طيب احنا دلوقتي هنتوجه الى السيد رئيس الوزراء انا مش عارفة اتوجه للسيد الرئيس اصلا الموضوع مش مستاهل بس يعني اتوجه للسيد رئيس الوزراء وبانه هو غالبا مش بيتفرج علينا فانا بتوجه للأستاذ حسن شوقي بتوجه للأستاذ تابر عوف انه اخوانا عايزين نخلص الموضوع ده اربعة وتلاتين الف زوج احدية جايين لمدارس ابنوك يا استاذة اماني بيتحسب عليهم ارضيات وتأخير وتخزين من 29 سبتمبر اللي فات يعني الحاجات دي من 29 سبتمبر وصلة؟ الحاجات دي وصل مياه دميات من 29 سبتمبر اللي فات اه يعني حالك وقعت في فخ الناس اللي بالنسبة لها مش مهم 29 سبتمبر 16-17-2018 ما تفرقش اه كامل افنت الثادامن قالولنا ان الورق تحول للأمن عشان الأمن لازم ندرس الموضوع خوفا من الجزم يكون فيها حاجة غلط ولا ايه؟ يعني ما عنديش اي فكرة والله ولا خفين انك انت ما انت ممكن تكوني عميلة اجنبية بتتجري في الجزم ولا بتعملي حاجة؟ انا باشتغل في النور انا مبتعدت في ايه حاجة باتقوليها قدام الضابط احنا ملناش نعرف حاجة دي البيت الضابط معرفش هو طيب انا انا يعني مش عارفة مش عارفة اعملي انا مستغسرة بصراحة حرام اه ما انا مستغسر معرفش كده اشرت الحاجة لأي حاجة طيب هو طبعا انا هقولك طبعا انا عشكر حريك خلاص انا يعني شاكر لحريك احنا معنا رقم تليفون للأستاذة اماني صالح لو حد يحب انه يعني يتصل بيها اه الموضوع انه في حد في امريكا واخد الاطفال المصريين بجدية بس مش اكثر من كده يعني حد في امريكا بص كده نظرة رحمة وعطف وشفقة على الاطفال المصريين وهبعت لهم جزا احنا عندنا البيروقراطية المصرية شايف ان الهمات ما يستهلوش لا لا احنا لازم بقى نفكر مشاكلنا وعارفين الرجل زمان كان اسمه الله يرحمه حسن مصطفى اللي قاعد يقنع المشاكل قال له احنا بعتنا لهم جواب هم كانوا عاصم عايزين يلموا بتاع خمسة تعريفة فقاعدوا كتبوا جوابات يجيب خمسة عشرين جنيه علشان ام ردوا عليهم روح نحنا ردين عليهم روح نحنا كذا فخمسة عشرين جنيه صرف عشان يجيب الخمسة تعريفة فانا بأخاطب السيد رئيس الوزراء بأخاطب في ضميره بأخاطب في وطنيته بأخاطب في انه عندنا مشكلة الاستاذ حسن شوقي مدير مكتبه الاستاذ تامر عوف مستشاره السياسي اي حد معدي جنب مجلس الوزراء ويعرف يكلم استاذ رئيس الوزراء يقول له والنبي وحيات كل اللي عندك من ايمان ووطنية بهذا الوطن عندنا اربعة وتلاتين الف جوز جذبة موجودين في مينة دميات عايزين ندخلهم مصر ببلاش يعني انا متوقعش ابن الحكومة هتكون متوقعة من الجمعيات اللي بيعمل حاجات دي لوجه الله تعالى انها تعالى تدفع جمارك وبعدين دعليهم جمارك من ايام الهكسوس ده من تسعة عشرين سبتمبر يعني كان الحاجات دي مفروض تكون مع اولادنا من تسعة عشرين سبتمبر لو كنا دخلناهم لو هنا بقى مش تعفت عمل الشيطان ده هنا لو تفهمنا احنا بنغلط في ايه لو كان ربما من تسعة عشرين سبتمبر لغاية النهاردة ما كانش بقى حد مش عارف جاله ايه وحد جاله ايه وحد جاله مرض ايه يعني احنا ممكن نكون تكبدنا في الفترة داية اتمنى انه يكون الرسالة وصلت واحنا هنتابع نحن دينا تقارير عن ايه ايوة صح ايوة ده بقى خبر مهم جدا سات اللي والعصار النهاردة عمل اعرضوا التقرير ولا انا اتعرضوا التقرير ولا انا اتكلم ولا ايه طيب سات اللي والعصار عمل لقاء مع سفراء الدول الافريقية في مصر في اجتهاد في اجتهاد بيحصل وانا عجبني الوزير اللي بيزقف الحيطة اعرفين حضراتكم كده في وزير ايه الحيطة ايه انا اعجم بها كده فرصة ايه اخلي الحيطة وانا ادخل ناشا بس في ناس اقول لك لا انا هزقها عشان ادي فرصة للبلد هو فيش مكسب شخصي الوزير صحر نصر من النوع ده والوزير الانتاج الحربي من النوع ده نشوف التقرير ده نتكلم كلمتين في الحكاية ده بمقر وزارة الدولة للانتاج الحربي استقبل الوزير الدكتور محمد سعيد العصار عددا من سفراء الدول الافريقية بمصر بحضور السفير محمد فتحي ادريس مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية بهدف فتح اسواق ومجالات تعاونية جديدة بين مصر ودول القارة السمراء احنا دعينا السفراء الافريقى لاجتماع في وزارة الانتاج الحربي وكانت نسبة الاستجابة كبيرة جدا وشرفنا عدد كبير يعني هو ده الهدف ان احنا نفتح اسواق جديدة في افريقيا ودي مهم جدا افريقيا ببعد مهم جدا لمصر الدائرة الافريقية من اهم الدوائر في الامن القوم المصري وبالتالي لما يكون في البعد بتاع تصدير المنتجات الحربية لدولة افريقية ده بيقوي من العلاقة السنائية بين مصر وبين هذه الدولة الافريقية فمن خلال استعراض المنتجات والامكانيات التصناعية والتكنولوجية المتوفرة بمصانع الانتاج الحربية دع الوزير محمد العصار السفراء الافريقة القيام بعمل زيارات ميدانية لشركات الانتاج الحربية للتعرف على امكانيتها على ارض الواقع عرضنا عليهم فيلم بالمصانع البتاعتنا وده تشوه ايضا بمنتجاتنا وامكانياتنا التكنولوجية وسلمناهم كتالوجات بكل منتجاتنا الحربية والمدنية ساهمت وزارة الانتاج الحربي في توفير فرص تدريب للافريقة وذلك بتخرج 81 متدرب من اكثر من 20 دولة افريقية في مجالي الالياف الضوئية والميكاترونيكس المجالان الذين يعدان الركيز الاساسي للصناعات التكنولوجية المتقدمة في الدول الافريقية الفترة الاخيرة هناك اهتمام كبير بالقارة الافريقية وهناك مقترب مختلف في التعامل مع الدول الافريقية الشقيقة وهناك زيارات تتم على ارفع المشتويات وهناك تواصل يتم في مجالات مختلفة خلق فرص التعاون بين مصر والدول الافريقية هدف لتعزيز العلاقات التجارية ولتعمق التعاون الاقتصادي والصناعي بينهما لتشجيع الشركات والمصانع الافريقية على عقد شرقات جديدة مع مصانع الانتاج الحربية فيما يتعلق بالمنتجات الحربية والمدنية محمد عادل حلقة الوصلة ايو الله ايو الله ايو الله ايو الله ايو الله ايو الله هو ده الكلام الجد وزير الانتاج الحرب يقولك ايه علاقته هو بالافرقة وروح يكلم مزارة الخارجية والمساعدة مزارة الخارجية الشرق الافريقية يجمع صفرة ويعود معاهم ما هو يعني هو ده الحد الادنى من الاكتهاد انك تقول ازود ازاي صدرتي اقلل ازاي وارداتي ازود ازاي السياحة ازود ازاي الاستثمار كل وزير في نطاقه يشوف ازاي يرتقي باداء وزارته هتلاقوا باكترة حشكدة ده بقول لعادلاتكم نشاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بس ما درشوكده لكل الوزرة يعني أنا مش بقول بأنه كل باقيين وحشين لا بس أنا عارف أنه مزوجين دول همت من قبل الوزارة وبعد الوزارة هو نفس الشخص نفس الاجتهاد نفس يقول لك أنا عافية حالككم عايزة طالب اللي بدخل السنوية عامة احنا عارفين أنه هينجع ويجيب مجموع عالي يعني عارفين أنه هو هيبقى فوق تسعين في المية في واحد تاني يا رب يا رب يا عدي يا رب يا رب يا رب اللي بتاعها نيجي في الحاجات اللي هو منشم فيها يا رب في وزير مقفل الموضوع داخل مزاكر عارف كل حاجة ومجتهاد هي الأضاءة بالنسبة لك بس إجراءات يعني إن شاء الله يكمل إجراءات ويكتب اسمه في الورقة صحة ويجاوب صحة وفقاً يبقى لكل مجتهاد النصيب تنطبق على الطفل الصغير وتنطبق على الوزير والرئيس في كل مجتهاد في ناس مجتهدة هو تخلق مجتهاد حياته سلسلة من الاجتهاد الصدفة هتلاقيها عنص صغير طبعاً الأكيد زي ما قلت عليكم في مرة قبل من كده أحياناً الحظ هو نقطة التقاء الاستعداد مع الفرصة الحظ هو نقطة التقاء الاستعداد مع الفرصة تجيلك فرصة ما جاتش الحديد تاني بس إنت مستعد لها عارف إزاي تستفيد منها في لها نهاردة كانت مشكلة أنا ألخصها في جملة واحدة بس عشان ما طولش على حضراتكم حكاية العيش والكروت الزهبية دي أزمة ملهاش أي لازمة أزمة من غير أي لازمة في حاجة اسمها الترتيب يعني عارفين حضراتكم إيه؟ يعني أنا ممكن أشرب المية وبعدين أود الكوباية يبقى أنا خلاص شرفت وممكن أقول زميل اللي بشتغل هنا أقوله أخد الكوباية فيأخدها من غير ما يكون شرفت إيه اللي حصل؟ أنا اللي خبطت الترتيب لما دتهاله من غير ما أشرب يبقى هاته تاني دي أنا عايز أشرب يبقى إيه اللي حصل؟ اعمل اللي عليك الأول ادرس الموضوع الأول وبعدين تأخذ القرار مش تأخذ القرار ما نشوف إيه إيه اللي حصل؟ لا ما احنا ندرس الأول الترتيب مهم إيه؟ إيه؟ إحنا النهاردة اتخذنا قرار لقينا رد الفعل سلبي ومنطقي يعني أنا مش بقول للناس تظهروا ولا بس هم من يعيش الخبز عند المصريين يساوي العيش نحن نعيش به طيب إنت فجأة فجرت الدنيا طيب يعني طراجعنا وهندرس طيب بقولنا ندرس ونرتب وعلينا نتاخذ القرار إنما أنا نتاخذ القرار وبعدين رد الفعل بقى سلبي وبعدين نبتدي ندرس وبعدين نعيد القرار لا يعني برضو إيه؟ نركز بقى وعلينا شوية في الموضوع طيب أنا كده إيه؟ خلص في أحياتي أنا فودة أقولها يا عمد ولا يا حاجة خلص مش شكلكم روحتم طيب نطلع فصل وبعد الفصل بقى عندي يعني مفاجأة لطيفة جدا الباحثة والصحفية والكاتبة الأستاذة سوزان حرفي عملة كتاب جميل قوي اسمه النظام الخاص ودولة الإخوان المسلمين بس ما تقوله هاش بس أنا لسا ما خلصوش أنا خلص طريبا يعني نصه كده يعني مية وحاجة وثمانين صفحة منه بس رائع عشيق بيكشف لنا يعني أولاي الأولى لما بيبقى عندنا كتابات جاسمة وفي نفس الوقت بسيطة في اللغة يعني الأكاديميين اللي زي حالاتي يناس عادية تقول له إيه أنت بتتكلم كلام مكالكع ومجعلص وبتقول حاجات محدش فاهمة غيرك إنما الكاتب الصحفي بيبقى عنده قدرة أعلى شوية على إنه يكلم لغتنا بس يقول أفكار مش بتاعتنا أفكار أكبر مننا شوية فالأستاذة سوزان حرفي هتكون معايا بعد دققتين عشان بقى نسألها كل الأسئلة اللي ممكن تيجي على بالنا فيما يتعلق بالنظام الخاص ودولة الإخوان فاصل ونرجع نكمل حلقنا أهلا بعد لكم مرة تانية معرفش سوزان حرفي قال أنا من إيه يا دو قدامي كان بحساني زي ما أكون إيه في حاجة كانها أول مرة لا أعرف لما أبقى قدام واحد أكاديمي في مستوى حضرتك وفي علمك كمانه وفي نفس الوقت السياسي لا يستهم بي منظر وفي نفس الوقت تعاطي للمعرفة ومساهم في إعطاء المعرفة لكل حد وبالتالي فأنا مش قدام أي حد أعرف اللي هو حاسة كأني لو والله حاسة بإني بنقش تسالة الماجستير والدكتوراه مع بعض طيب الموضوع بسيط أستاذة سوزان حرفي عملت كتاب اسمه النظام الخاص ودولة الإخوان المسلمين أنا الكتاب عجبني بس أنا قبل معوداتي تدخل في تفاصيل الكتاب أسألها أول سؤال بس هي إيه لدخلها في السكن تكتبت الكتاب دا ليه والله لأنه تعرف إحنا عندنا أزمة في مصر حقيقية أولا أزمة معلومات لأنه أنت عندك في مصر وطول الوقت بتتكلم عن وجهات نظر فيش حد بيستعود معلومات أبدا الحاجة التانية الحق في المعرفة ما فيش حد أبدا بيديك أو بيشب عندك فكرة شفية المعلومات لا اللي في السلطة بيديك اللي بيحصل خلف الكواليس ولا الجماعات بتديك أصل معرفة قوة وأنا مش هذا قوي ده جزء مهم جدا الحاجة التالتة كمان إن إحنا عندنا واضح إن إحنا عندنا معادلة تأريخ ما بنقرخش إحنا بنسيب الدنيا تمشي وكل واحد يكتب اللي هو عايز يكتبه وفي الآخر لما تحب تيجي تكتب عن حاجة متعلقة بالحدث داخل مصر أنت مضطر أنك تنتظر المؤسسات الدولية لما تفرج عن المعلومات اللي عندها فتبدأ تاخد وتوثق منها الحقيقة لقيت إنه طيب مهمة مين بأننا يعني أنا زي ما حضرتك شفت وقلت إن أنا اشتغلت في مجال الإعلام إذا كنت صحفية أو مضيعة قبل كده وكانت عندي فعلا مشكلة معلومات لما قامت الثورة المصرية حاسيت بأنه هل فعلا إحنا مفعول بي داخل الثورة المصرية ولا إحنا فاعل رئيسي هل تغيرت المعادلة من إننا مجرد إننا ماشيين في طريق ولا إحنا دلوقتي اللي بقينا نخط ونصنع الطريق حقيقة في الوقت ده بدأت أعمل كتاب اسمه مصر الثائرة وأنا بعمل كتاب مصر الثائرة ده كان في بداية يعني مع نهاية 2011 و2012 بدأ الإخوان المسلمين يبدأوا يبصلوا للسلطة الحقيقة كان فيه باب في مصر الثائرة عن الإخوان ده كان في تخطيتي لكن لقيت اللي أنا عمل لهم باب لا بقى هم الحكام طب مين دول بقى مين دول أنا أعرف الإخوان بشكل كويس جدا مش عايز أقول من سنة كام لكن يعني بحكم العمل وبحكم المعرفة وبحكم العلاقات الشخصية لقيت نفسي طرف رئيسي في حاجات كتير بتحصل فبقيت عايز أقول مين دول هل في مرحلة ما تعطفت معهم ولا أنت من البداية لا كنت متعطفة جدا أو في البداية كنت متعطفة لا لا مش في البداية أنا فترات طويلة جدا وعايز أقول لك أني ممكن حتى في الملفات أنت عارف ملفات أمن الدولة والحاجات اللي تعاملت بعد كده بعد الثورة وكده لا طول الوقت كان عندي مشكلة بإنه مصنفة بإني متعطفة مع الإخوان لأنه كنت بشوف أنه بما أنهم البديل الوحيد اللي موجود للسلطة ليه ما يوصلوش للسلطة أنت ما عندكش بديل مدني يعني قبل الثورة يا إما عندك النظام القائم أو الإخوان المسلمين طيب إحنا جربنا نظام القائم خلينا نجرب الإخوان وفجأة لقيت الإخوان موجودين بس الحقيقة قبل ما يوصلوا للسلطة كانت وجهات نظري بدأت تتغير شوي لأنه بدأت الاحتكاك يكون مش بالقيادات اللي هي مرسومة بشكل كويس واللي بتتعامل معنا بشكل كويس لأ قربت بقى من الكوادر ولقيت أنه دول مش الإخوان الكوادر مش الإخوان مش الإخوان اللي أنا أعرفهم لأنه فيه تربية وفيه حاجات بدأوا يتربوا عليها مش هي فكرة العملية الإصلاحية ولا الدعوة بالإصلاح لأ دي فكرة الرفض الكامل للآخر فهنا بدأت أقف وقول طيب هل الإخوان اللي وصلوا للسلطة دول مين هما هل هما بيمثلوا القيادات اللي بيتعاملوا معنا بمنتهى رحابة الصدر وبالدعوة والصلاح والإصلاح ولا هما المساحة الوسعة جدا جدا دي اللي دخلها أفكار المفروض ما لهاش علاقة بالرؤية الوسطية اللي احنا بنتكلم فيها أو الرؤية على فكرة الممارسة العمل السياسي أو الجماعة المعتدلة اللي بتمارس السياسة عشان توصل للسلطة طيب انتي جبتي حضرتك كيف في العلون كلمة النظام الخاص ايه هو النظام الخاص وإيه مدى امتداده وسيطرته على فكر الإخوان ويقول تنظيم وتنظير يعني تقول لحضرتك هي دي المشكلة عندما تبقى قدام دكتور لان السؤال ده ده كتاب كله خلينا أقول لحضرتك فعلا سؤالك محواري جدا ومركزي بأنه ايه هو النظام الخاص أولا لأنه فعلا النظام الخاص الناس بتعتقد أنه ده مجرد نظام من الأنظمة داخل جماعة الإخوان المسلمين لكن النظام الخاص هو الميليشيا المسلحة هو الجيش بتاع الإخوان هو الجنود وكان متأسس ومتركب على أنه بالزبط هيكل الجيش عارف رئيس أركان وقيادة وجنود وأنه طول الوقت كانوا بيسمى في المحيط الخارجي النظام الخاص يعني علشان ما يبقاش عندي جيش أو عندي ميليشيا مسلحة لكن كان بيتقال عليه النظام الخاص لكن في الداخل كان بيسمى جيش مسلم محمود الصباغ بيعرفوا على أنه جيش مسلم ده جيش الإخوان ده جيش الجماعة لكن امتداده بقى الغريبة جدا أولا هو طول الوقت يقول لك أنه النظام الخاص نشأ في أولي الأربعينات ودي كذبة كبرى أنه بتتبع التاريخ وده في الفصل الأول يعني متتبعة فكرة نشأة النظام الخاص تجد أنه بالعكس نشأ وبعتراف المرشد وده اللي ما حدش بيقوله أبدا أنه نشأ مع أول إنشاء شعبة للإخوان المسلمين يعني أنا ماشي في الدعوة العامة وفي نفس الوقت عندي الجيش بتاعي الجيش ده كان بيقوله أنه نشأ علشان يحارب الإنجليز في مصر وعشان القضايا الفلسطينية تفاجأ بأنه كل الإخوان بيؤكدوا بما فيهم حسن البنة وجمال البنة بأنه فلسطين لم تكن بحاجة إلى الأشخاص كانت بحاجة إلى المال والسلاح طب أنت عملت أشخاص ليه لكن بعد كده بتتتبع بتلاقي بأنه لا كل الوثائق وكل اللي شاركوا في العمل ده وفي مذكراتهم اللي نشروها بيقولوا بأنها نشأت لمحاربة الكفار الكفار أول ما تسمعها بتقول أنه عارف الجماعات الإسلامية بيكلموا عن العدو على أنه الكفار بصفة الأجنب المحتلة أو غير المسلمين العرب يعني لكن بعد كده بتتطورت تلاقي أنه لا مش الكفار ده عارف لما يقتل أحمد ماهر بيعتبر أنه كافر أحمد ماهر باشا يقتل الخزندار بيعتبر أنه كافر يقتل النقرشي بيعتبر أنه كافر بعد كده تتطور الأمور اللي يوصل أنه يقتل الجندي بيعتبر أنه كافر لمجرد أنه بيواجه جماعة الإخوان وبالتالي جماعة الإخوان هي اللي بتمثل الإسلام هذه تطورت لاحقا لفكرة الفئة الممتنعة عن تطبيق شرع الله بالضبط كده عايز أقولك بما أنك ساكت عن الحاكم الكافر فأنت كافر زيه أو أنت ساكت عن الحاكم الذي لا يطبق شرع الله أو الطغوط أو المحارب لدين الله فأنت من الفئة دي وبالتالي يحل قتلك هل النظام الخاص ده له امتداد حتى وصولهم للسلطة وحتى بعد ما اتخرجوا من السلطة كل اللي بيقال في هذا السياق بأنه النظام الخاص انتهى مع حركة الإحياء في السبعينات اللي نشأت لكن الحقيقة للأسف الشديد أنه اللي أحيا اللي أحيا ودي بقى المفاجأة الحقيقية كمان أنه اللي أحيا الجماعة هم رجال النظام الخاص وانت سيادوا الجماعة هم نظام الخاص وانه عمر التلمساني المرشد اللي كل الناس فعلا يعني عارف اللي هو اللي كان مع مجموعة الدعوة ومجموعة الدعوة العامة والإصلاح ده عمر التلمساني كان بيواجه مشاكل كبيرة جدا ومشاكل جمع جدا مع رجال النظام الخاص اللي هم استطاعوا انه هم يحيوا الجماعة يعني هتلاقي انه محمود عبد الحليم مثلا وده أحد أبرز المؤرخين للجماعة الإخواني المسلمين في السبعينات رفض انه يشترك وتوقف فقط على انه يكتب تاريخ الجماعة وتوقف برضو عند 71 يعني توقف في تاريخ الجماعة هو عمل ثلاث أجزاء عن جماعة الإخواني المسلمين وتوقف عند هذه اللحظة لانه لما خرجوا علشان انه هم بعد ما قرر السادات انه هو يواجه به الطائرات اليسار وطائرات الناصريين والفكر القومي والاشتراكي وكده بدأوا يعملوا يقول طيب احنا هنشتغل ازاي استاذ فريد عبدالخالق ومونير دلة ومجموعة وصالح أبو رقيق وغيره وكان من ضمنهم برضو محمود عبدالحليم اللي هو كان على فكرة من أبرز قيادات النظام الخاص وكان أحد القيادين قبل عبدالرحمن السنة لكنه رفض انه ترجع الجماعة بشكل تنظيم وقال احنا نتخلى عن اليفطأ واحنا يهمنا الدعوة بالفكر وبالتعليم لانه ده ده الأهم لو احنا عايزين ننتقل من مجتمع لمجتمع آخر لكنه فوجئ بانه فيه فعلا تنظيم كان موجود في السجن وقتها من سنة 67 بعد 67 قام مجموعة النظام الخاص أحمد الملط وحسني عبدالباقي ومصفة مشهور والمجموعة اللي أحمد حسنين واللي معاه بانهم مشكلوا تنظيم سري جوه السجن وخرجوا بهذا التنظيم يطلبوا مبيعة الإخوان طبعا بيع ليهم بشكل كبير جدا اللي كانوا معاهم في النظام الخاص وما تابعهم من نظام 65 والتنظيم السر اللي نشأ في سنة يعني لمواجهة صورة يوليو جمال عبدالناصر تفاجأ بقى بعد كده بانه مجموعة النظام الخاص دي قالت طيب رجال الدعوة العامة دول هناخدهم ازاي راحوا طلعوا كتبة وقالوا بانه حسن يعني المستشار حسن الهضيبي قبل ما يموت قال لنا انه انتوا لتتولوا إعادة تنظيم الجماعة وبعد كده ليه عرفت انها كتبة لانه عبدالقادر يعني السيادة المستشار كان صديق أحمد الملط جدا وسأله قالوا انتوا قلتوا فعلا انتوا قلتوا بانه انه المستشار الهضيبي قال لكم كذا فقالوا لا الحقيقة دي مش حقيقية وايه يعني لو احنا جذبنا لمصلحة الجماعة فقالوا لا انا لا اقبل انا لا اقبل ان احنا نجدب على الناس ونجدب على الجماعة لتحقيق شرع ربنا لان الشرع ما يتحققش إلا بالوسائل نبل الغاية لابد انعكس عن نبل الوسيلة بالضبط كده وده جزء عشان كده بقى هارجع لسؤال حضرتك المهم جدا هل النظام الخاص انتهى للأسف الشديد قد يكون انتهى من حيث من حيث العمل المسلح لكنه أصبح أفكاره كلها مندرجة من القمة لكل الكوادر اللي بيتربى عليها الإخواني البسيط النقج جدا اللي دخل الجماعة علشان انه هو يعمل إصلاح او يرعي ربنا او يتبع دعوة لخدمة وطن وخدمة دينه فيفاجأ به بيخدم بعض الأفكار الجهادية وده بقى الجزء المهم بانه فضلت مستمرة وانه النظام الخاص هو الحقيقة دايما يقولك انه الجماعات الإرهابية خرجت من عبائة الإخوان المسلمين وده دي مقولة مغلوطة جدا جدا حتى للعلمانين اللي بيقولوها الصح بتاعها الصح ان النظام الخاص هو اول جماعة جهادية موجودة في الحركات الإسلامية الحديثة هو التنظيم الخاص او نظام الخاص او الجيش المسلمين او جيش الإخوان المسلمين يعني بدلت من انها خرجت من عبائة الإخوان اقول انها كانت استمرار للإخوان استمرار للتنظيم الخاص بأفكاره وبرؤيته وبعملياته وحتى بنهجه يعني تعرف أنه أول عملية انتحارية كانت المفروض هتكون سنة كام كانت في مواجهة إبراهيم عبدالهادي سنة 49 في ميو 49 تحديدا أنه أحمد المال تكلف يعني مصطفى كمال بأنه يسوق عربية مفخخة ويفجرها في عربية رئيس الوزراء إبراهيم عبدالهادي الحقيقة مصطفى وقتها رفض وقال بأنه لا دي هتبقى عملية انتحارية وده ممكن يحسب علي انتحار أنا مش هقدر عمل حاجة زي كده أنا هواجه بالسلاح وهقتله وفعلا واجهه الموكب بتاعه بالسلاح لكن بعد كده اكتشف أنه مش الموكب بتاعه مش بإبراهيم عبدالهادي لا ده حامد جودة اللي هو رئيس البرلمان المصري أو ما يسمى وقتها بمجلس النوار لو احنا نهاردة قلت أنه أنا اليوم أقولها بقولها من آخر من صححيني أنا بحس أن الإخوان إخوان أكثر منهم مسلمين يعني أقصد هم جماعة من البشر أكثر منهم ناس يتخلقون بأخلاق الإسلام بالذات في أوقات غضبهم بالشهادات مثلا مع ذلك الشيخ القراضوي يقول لك لما بيحبوا حدي يطلعوا بالسماء ولما بيكرهوا ولا يبغضوا يدعونوا في الأرض أنت دخلتني في حاجتين لكن خلينا أقول لك الحاجة الأولى اللي حضرتك قلت عليها أنا في كل الكتاب لم أذكر كلمة الإخوان المسلمين إلا لما كان يبقى وفيقة رسمية حل جماعة الإخوان المسلمين لصفتها ده الإسم الرسمي اللي كانت موثقة به داخل لكن طول وقت الإخوان الإخوان وده لأن أنا مدركة كويس جدا الإسلام هم إذا كانوا بيحاول أنه يبقى حكر عليهم هو مش حكر عليهم وعايز أقول لك أنه هم نفسهم في سنة 54 تم طرح السؤال هل نحن الجماعة المسلمة يعني ده بدأ مبكر جدا هل نحن الجماعة المسلمة أو نحن جماعة من المسلمين وانقسم بعض الناس على أنه هم لا هم الجماعة المسلمة حصرا وأنا طول وقت بقول أنه السلوك ده لا يمكن يكون سلوك المسلمين أنك أنت تبرق الكذب أو أن أنت تبرر وتستخدم الكذب لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك يكون المؤمن أي شيء لكنه لا يكون كذاب وعايز أقول لك بقى أنه لما حضرتك بتسألني عن أنه استمرار النظام الخاص عارف سبب سقوط الإخوان في الحكم هو بالضبط النظام الخاص لما جاء مرسي رئيسا لجمهورية مصر العربية وقالوا لك أنه ده الدنيا وقفت كلها ضده علشان ما ينجحش في الكتاب أنا مستمرة طبعا بدأ من البداية لغاية سقوط الإخوان فتفاجأ بأنه لا هو مش من الناس ما ديتوش الفرصة هو قرر أنه ما ينجحش لأنه ما وصلوا لفكرة التمكين وقرروا أنهما يتعاملوا بطريقتهم يعني أنت جيت فاق فيرمونت لأنه كان وقتها ممكن المجلس العسكري كان عندهم اعتقاد بأن المجلس العسكري مش هيعلن مرسي رئيس الجمهورية وكان الحل بأنهما يأما هيواجهوا المجلس العسكري لوحدهم يأما يواجهوه في إطار لحمة من الجماعة الوطنية وقرروا أنهما يواجهوه في الإطار لحمة من الجماعة الوطنية وجمعوا كل الطائرات السياسية في فندق فرنس واتفقوا في الفندق على أنه هتكون فيه شراكة الحكم الرئيس منهم لكن نائب الرئيس والمستشارين والوزارة من غيرهم وبالتالي هتبقى شراكة وطنية وأنه كان الشرط الرئيسي بأنه ما يبقاش رئيس الوزارة من الإخوان المسلمين لما جاء أول ما رئيس محمد مرسي السابق أو المعزول تم اختيار أو سم هشام أنديل يعني رئيس الوزارة اتصلت به اللجنة اللي هي شكلت بعد ذلك اللي هي لجنة إنقاذ الثورة فتخيل رد عليهم الأستاذ ياسر علي وقال لهم إيه قالوا له الرئيس حلف حلف بأنه ده مش هيحصل وحلف بأنه لجنة الدستورة هتتغير وأنه احنا هنبقى مع بعضه وأنه احنا هنواجه المجلس العسكري قدامكم تخيل رد أستاذ ياسر علي قال لهم إيه الدكتور ياسر علي قال لهم والله الرئيس حلفه هيصون ثلاثة يام كفارة يامين صلى الله رسول الله عليه الصلاة والسلام بالضبط كده اللي هو لا احنا مش احنا حلفنا وهنعمل كفارة يامين هو ده بالضبط لنهج الفكرة بأنه أنا ما بتعاملش معاكها لأنك مسلم أنا بستحل معاك كل حاجة لأنه لتأدية المصلحة وده حتى تعاملي مع الدولة انت عارف لما قتلوا الخزندار وعشان كده فيه فقرات من الكتاب قد كده كانت مهمة بأنه لما قاتلوا القادي الخزندار وقال لك أنه ده قتل خطأ لأنه الراجل فيهم خطأ من عبد الرحمن السنة دي فيهم من البن خطأ كان الحل إيه لما قعدوا مع بعض وقرروا يناقشوا الموضوع ده قرروا حاجتين الحاجة الأولى بأنه بما أنه قتل خطأ يبقى احنا ندفع الدية والدية احنا بما أنه الدولة خلي بالك هنا دلوقتي استخدمت الدولة أنا دلوقتي الدولة اللي أنا رفضها دي الدولة دفعت للقادي الخزندار عشر تلاف جنيه وقتها فده من ضريبة الشعب هي قامت بالنيابة عننا في دفع الدية في خلصة الدية بالنيابة عن الإخوان في دفع الدية فما بقاش له عندهم دية يحية الفقهية الحاجة بالضبط الحاجة التانية بقى بأنه وده الأخطر بأنه طيب المشكلة التانية أنه لازم ننقذ المتهمين البريئين يعني اللي قتلوا الخزندار أصبحوا متهمين بريئين لأنه هم قتلوا قتل خطأ يعني هم رايحين مع سبق إسرار وترصد لا كان قصدهم وقتلوا بس كده بريئين لأنه هم كان هدفهم إحياء الروح الوطنية لا ده شوف يعني عشان كده بقولك أنه إحنا ما بنعتمدش على معلومة وبنقرخش بشكل كويس إحنا بنسيب اللي عايز يكتب ويدلس في التاريخ يدلس واللي عايز يكتب علينا يكتب وفي المقابل فين أنت يعني كدولة أو كمثقفين أن أنت تقول يا جماعة أرجوكم أنا مش عايز تقولي دول حلوين أو وحشين أو أن أنت تتهمهم بالكذب أو بكذا أنت ديني معلومات قولي هما دول كذا وكذا وكذا هل أنا قابل أن أنا أنضم ليهم أو لا أعتقد هسأخذ السؤال ده بعد الفاصل أو حاجت جاوبيني عني بعد الفاصل أعتقد أن إحنا فعلنا كل ما يمكن فعله علشان نبرقهم قبل ما وصلوا للسلطة تعطفنا معاهم إدالهم فرصة تخلو النقابات إدالهم فرصة تخلو انتخابات مجلس الشعب في انتخابات 2005 وبعدين لما وصلوا للسلطة إحنا فجينا بيهم دو طلو مش زينا دو طلو أسوق مننا يعني هو كان كتير من الناس يقوله طب ادلهم الفرصة طب إحنا وقعنا في فخ الخدع هما خدعونا فوق بعد الفاصل فاصل نرجع لكم من نقاشنا مع الكاتبة الصحفية الأستاذة سوزان حرف أهلا بحرككم مرة تانية سوزان قال يا راجي عفوا الخلاق معتز بالله الحلاق اللي هو أنا أنه كانت دور على الإخوان يعني أقصد تاريخيا إحنا مرينا بحكم شبه لبرالي قبل 52 نظام رأس مالي قبل 52 دخلنا في المعسكر الاشتراكي العسكر تاري اللي مش عارف كذا وبعدين إدعي أن احنا رجعنا لشيء من الديمقراطية يعني رحنا جينا رحنا جينا مع الدول المتخلفة يعني مع العالم المتخلفة التاريخ بيكرر نفسه لأننا ما بنتقدمش لقدام لكن أنه فكرة أنه جربنا كل الحاجات وبالتالي أرجع لسؤال حضرتك اللي قلته بمنطق أنه هل خدعنا؟ للأسف إحنا لم نخضع الحقيقة بأنه إحنا وإحنا مازلنا واقعين في نفس المشكلة حتى هذه اللحظة بأنه إيه البديل؟ أنت لما قفلت على السياسة في مرحلة من المراحل رغم أنه أنور السادات لما عمل المنابر السياسية بأنه يبدأ فيه أحزاب لكن الأحزاب شكلت في حضن السلطة زي ما كنا بنقول وبالتالي ما بقاش فيه أحزاب أنت ما عندكش حزب مدني ولا بديل مدني الحاجة التانية بأن أنت قفلت السياسة تماما على الجامعة لما عملت لائحة الطلاب في 79 فأنت إيه البديل؟ البديل المتحرك الوحيد اللي كان شغال لأنه مش منتظر منك يعني لا إذن ولا موضع ولا أي حاجة وكده كده جماعة سرية وشغال فأنت اللي فرضت هذا البديل لأن أنت عايز تخنق الدولة فعملت البديل المنافس لك البديل اللي مش منتظر إذنك ولا منتظر منك قرار ولا منتظر منك سماح فبالتالي إحنا لم نخدع إحنا للأسف الشديد عارف اللي هو مفعول به يعني تقول إنه فيه سلطة بتقرر وعايزة ما يبقى لها وجود أكتر وتفيه في المقابل طيار قوي وجماعة منظمة عارفة هي عايزة إيه تكون ضد السلطة تكون معاها تلعبها في وقت الحسابات تضغط عليها ويلعبوا مع بعض لكن في النهاية إحنا كنا مفعول به وبالتالي إنت الأكثر تنظيماً الأكثر دعاية الأكثر أموالاً خلي بالك إنه ما فيش حزب في مصر كان عنده التمويل وعنده قوة التنظيم اللي كانت موجودة مع الجماعة أنت تميلين لأي من هزين السيناريو هاي الأول هل المجلس أعلى القوات المسلحة انخدع زي وزينا ولا المجلس أعلى القوات المسلحة كان يخطط لأن يجرب المصريون الإخوان ويكتشفون بأيديهم كده دخلنا أو أنا حطت إيدي في النار بتاعت الإخوان وتلسعت منها يبقى أنا أقول خلاص مش عايزهم تاني لا يمكن المجلس العسكري أنا معاه أنه كان مدرك كويس قوي لمشاكل وعيوب الإخوان أنت عارف أنه كل اللي كان بيحصل عند الإخوان كان تحت سمع وبصر كل الأجهزة الأمنية في الوقت مبارك ومتلا فخلاص خلي الناس تجربوا تشوف لكن الحقيقة كان المجلس العسكري مش عارفة ده كان يحسب ليه ولا تحسب ضده بأنه أنا سايبهم يتحركوا لكن في إيدي كل الأوراق يعني مش متفرج لأول مرة كان يبقى فيه حد بيلعب أنا سايبك بتتحرك لكن أنا كمان بلعب بلعب أنت بتلعب لعبتك وأنا بلعب لعبتي اللي بتوقف اللعبة بتلعبك أنا سايبك تدوس بالبنزين بس أنا معي الفرامل أنا معي الفرامل هاجي عنده نقطة لا بس وانت كده دخلت في نقطة هتعرض أمن البلد واستقراره واستقبله لخطر جسيم ما قدرش خليني أقول لك خاصة أنه ما فعلا الإخوان كانوا بيعادوا الدولة بشكل حقيقي أنا يعني ما زال ليه صدقات كتير بعض من داخل الناس اللي بتنتمي لفكر الإخوان وكان وقتها كان ليه صدقات أكبر بكتير لانت عارف أنه بعد 30 يون الدنيا مفصلت كتير يعني بقيت يا معايا ضدي حد كان من داخل مؤسسة الرئاسة كان بيقول القاتية أنه 500 سنة ده لما كان بيقول لي أحفاد أحفادي حيحكموا أحفاد أحفادك فكنت بقول له أنتو سنة بالكتير لأنه كل اللي انتو بتعملوه ده انتو متهيئ بتهيئ لكم أن انتو مسكتوا الدولة انتو ممسكتوش حاجة في الدولة لمسكتوا الدولة وخسرتوا الشعب فعارف حضرتك رد علي وقال لي إيه تلو الجملة دي لمسكتوا الدولة وخسرتوا الشعب صحيح وده على فكرة كان في فبراير يعني حتى قبل حركة التمرد من غبائي مهنة الحمد لله لكن خلينا أقول لك النقطة الأخطر جدا ويمكن دي أول مرة أقولها أنه قالوا إحنا الدولة كلها أجهزتها في أدينا باستثناء حاجتين وأغرب حاجتين ممكن تتوقعهم الجيش والكنيسة الجيش والكنيسة أنه دول المؤسساتين الوحيدتين اللي لسه ما إدروش أنه هم يسيطروا ويتحكموا فيهم طب أنا أقول لك حاجة كمان هات قالت أن الرئيس السيسي لما كان وزير ساعتها للدفاع رفض تماما فكرة أنه تفتح المؤسسات العسكرية اللي هي الكليات الشفانية على جوية على كلام ده لحد له أي انتمام من أي نوع سواء بقى إخوان ولا جماعات بس دخلوا لما كان مرسي في السلطة لأ دخل عدد كبير وبعدها حصلت بعد كده أنه ما تم فصل عدد كبير منهم لأنه خلاص أنت ده رئيس دولة أنت في النهاية رئيس دولة عشان كده ما بيقولك أنه المؤسسات ما كانتش معها هو ده المؤسسات كانت معها لكن أنا بستخدمها إزاي عايز أعمل بديلها إزاي عارف فكرة الجيش البديل يعني الوزارة الداخلية البديلة وزارتي أنا لما ييجي يبقى رئيس في السلطة وتبقى جماعته والمنضوين معاهم هم اللي يحصروا المحكمة الدستورية أنت مش دولة لما تيجي الجامعة الإسلامية تعلن أن هي اللي هتقوم بحماية الأمن أو بدور الأمن أو بدور وزارة الداخلية في محافظات مصر وخاصة في أسيوت وفي المينيا وسهاج أنت مش دولة أنت كل الفكرة بأن أنت عايز تعمل أنت مسكت الدولة بس عايز تعمل فيها دولة موازية تقضي على الدولة دي وتعمل دولة تانية عارف في الضبط زي ما حصل في العراق مع بريمر بعد الاحتلال الأمريكي نفس النظر إلغ لمؤسسات الدولة الأصلية وحط بدل لك تانية لكن كان مين اللي واقف أصادك حاكتين وعشان كده لما جات جي حرق الكنائس ومش بس فكرة أن أنت وقفت ضدي في 30 يونيو هي أنت كنت بالنسبة لي العائق اللي أنا ما قدرتش أعمله فأصبح عدوي رئيسي اللي هو هديني وكسرني مش بس الشعب المؤسستين اللي أنا ما كنتش قادر أسيطر عليهم ولا أمسكهم طيب لو أنا قلتلك إيه الدرس نستفيده من كتابتك للكتاب ومن قراءتنا لتاريخ الإخوان عشان تكون مناعتنا أقوى في الفترة اللي جاية ضد الفيروسيز اللي من نوعه خليني يعني أقول أن فعلا نشاط الناس تأهم حاجة فكرة غلق المجال العام على أنه لأنه نخف فسدة وبالتالي أنا ما عنديش بديل أنه أقفل أقفل لا ما أقفلش أنه لابد أن يكون في خلق خلق نخف جديدة وخلق بديل مدني جديد أنت ما عندكش أي بديل مدني حتى بعد نهاية الإخوان أنا بقول أنها نهاية الإخوان في مواجهة البديل العسكري أو في مواجهة الإخواني؟ في مواجهة البناء الدولة مش في مواجهة حد خلي الكل يبقى موجود أنا ما عنديش مشكلة بأنه الكل يبقى موجود أنا بقول أن جماعة الإخوان المسلمين زي ما نعرفها ما بقتش موجود ومش هتبقى موجودة على المدى القريب مش بقرار من الدولة ولا قرار من السلطة لأنه قرار من الشعر وفي نفس الوقت لأنه هي نفسها مش دي الجماعة اللي وصلت للحكم مش دي الجماعة اللي تم تأسيسها ولا نشأت دي جماعة جديدة فعلا عملها النظام الخاص وفرض نفسه عليها وفرض أراءه عليها وبالتالي هي انقسمت علشان كده انقسمت لأكتر من حاجة يعني أربع خمس ست جماعات داخل الجماعة وحتى الجماعة اللي بتقولك عايزة مصلحة يا نفسها أكتر الجماعات تشددا يعني مجموعة محمود عزة ولية يعني ما نصدقهمش بقولوا نحن غلطنا وإحنا عايزين نتصالح والكلام ده كل ده الجماعة اللي عايزة أقولك أنه المفروض أن الجماعة المدنية فيها هم دلوقتي الجماعة الثورية اللي بتقول بتواجه بتقول أنه لا لازم نعمل انقلاب أو نطالب بحقنا لكن اللي بتقول مصلحة هي جماعة محمود عزة وبهي مونير اللي الأكثر تشددا اللي هي أراءها أصلا دول نظام الخاص مش فكر نظام دول رجال نظام الخاص لكن يعني فعشان كده لما أنت بتقول بسؤالك أنه إيه الاستفادة الاستفادة الحقيقية أنه لازم يكون فيه بديل والحاجة الأهم من كده أنه إحنا ليه ما بنكتبش تاريخنا بجد يعني أنا ما أدرس في سنوية عامة بأنه والله لأنه وقت قبل قيام ثورة يوليو ليه قامت ثورة يوليو يقولك أنه قامت لأنه أصبحت فيه أحزاب الأقلية اللي بتحكم وتم قتل قتل أحمد مهر أحدش يقول لي قتل لي ولا مين اللي قتل وقتل رئيس الوزراء لازم يكون أكثر مضوحا مش معلومة أنت معلومة أنت تقول لي فلان اللي قتلوا وقتلوا عشان كذا لكن مثلا عايز أقولك أن يعني لما تفتح المواقع الإلكترونية دلوقتي اللي الإخوان بيمولوها أو اللي تبع عليهم أو حتى قناة الجزيرة النهاردة وأنا بدور على معلومة لقيت الجزيرة النهاردة كاتب إيه عن الإخوان المسلمين بأنه التهموا التهموا بقتل النقراشي ونفو الاتهام يعني أنت عندك تصريحات وعندك اعترافات من اللي قتلوا النقراشي ومش بس اللي في التحليقات ده أنت عايز أقولك أنه اللي ستروا وكتبوا تاريخ الإخوان بأنفسهم ومذكراتهم اعترفوا بأنه إحنا خططنا وروحنا وعملنا أنت تيجي تقول لي طب أنت سايب التلمين أنت ليه ما عندكش زي ما أنت بتبني بتبني البلد وبتبني طرق وبتبني لا أنت فكرة أن أنت تبني الإنسان المصري أهم جزء في بناء الإنسان المصري أنك أنت تعمله الوجدان الثقافي والتاريخي بأن أنت تخلي ناس تكتب فعلا بقى التاريخ تكتب المعلومات ما استنياش أن أنا أستورد المعلومات من بره ممكن أشكرك أنا المتشكرة جدا أنا سعدت جدا جدا بجودك معي سعدت بالكتاب وأنا سأوادك أن أنا هكمله وإن شاء الله لما خلصه أكتب مقالة عنه أنا لازم أشكر حضرتك لأنه ده شهادة جدا لي ربنا بريك أسلامي لي أعزائي المشاهدين أشكر أستاذ سوزان حرفي هذا ما أمكن إراده وتأسر أعداده وقدر الله لها قولة تشوف حرقه على خير بكرة إن شاء الله واتصبح على خير ترجمة نانسي قنقر